ينضم إلينا مرسلنا من جدة عبدالله الخرجي عبدالله حدثنا عن الإجراءات بجمرك جدة الإسلامي وسلع هناك وأيضا تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية في البداية مساء الخير عليك فيصل مساء الخير على المشاهدين قناة الإخبارية بالفعل انطلاقا من عمل كثير من المبادرات التي تكون داخل مرحلة جائحة كروه وكثير من القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل على مدار الساعة لتطبيق هذه الإجراءات وأيضا تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية انطلقت كثير من المبادرات وخاصة من جمالك ميناء جدة الإسلامي جمالك ميناء جدة الإسلامي يعتبر من أهم البوابات لاستيراد البضائع داخل المملكة وأيضا يعتبر البوابة الكبرى للمملكة في استيراد البضائع الغذائية وأيضا التموينية بشكل عام الجهود التي تقدم من جمالك ميناء جدة الإسلامي بكافة قطاعات منسوبي من القطاعات داخل الميناء هي مجهودات عظيمة داخل هذه الجائحة العمل على 24 ساعة على كافة النطاقات عمل الكوادر الجمركية في نقاط الفرز ونقاط الاشعاعية بكامل طاقتها الاستمرار في تدفق السلع داخل الميناء وأيضا عمل الجمرك على مدار الساعة الحديث بشكل مفصل يسعينا نستضيف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي لأستاذ محمد أحمد عبد الله في البداية أستاذ محمد مبارك لكم هذا الإنجاز وهذا العمل كيف هو العمل داخل جمرك ميناء جدة الإسلامي ومن تدفق البضائع وآلية العمل داخل الجمرك أحب أن أطمن المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد أن تسعى الجمالك السعودية ومثلتا في جمرك ميناء جدة الإسلامي في فسح البضائع واستقبالها وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكلها الطبيعي وبمرونة معتادة في عملية السرعة في الفسح وضمان وصول السلعة الرئيسية إلى الأسواق في أسرع وقت ممكن أستاذ أحمد لو تحدثنا عن ما هي الأهم الأجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل جمالك ميناء جدة الإسلامي أيضا لو تحدثنا عن المراحل التي تمر بها البضائع من فسح وأعمال داخل الميناء عند نزول الحاويات من السفن يبدأ عرضها على أجهزة الأشعة ومن ثم ذهابها إلى منطقة التحميل بعد فسحها مباشرة ويكون هناك فسح مسبق قبل وصول السفينة للحاويات ويتم خروجها من الجمرك ما يستغرق أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في إنهاء فسح الإجراءات الجمركية وبفضل الله تمكننا من خلال بداية الأزمة إلى الآن من فسح ما يقارب 109 ألف شحنة بما يعادل 541 ألف حاوية تم فسحها خلال ما يقارب الشهرين من بداية الأزمة وأحب أن أطمن جميع المواطنين بأن الدولة لم تقصر ولم تألو جهدا في عملية توفير جميع السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية لجميع المناطق المملكة العربية السعودية وبفضل الله الحمد لله وصلنا إلى مرحلة اكتفاء الحمد لله في داخل السوق من السلع وتوفر السلع وما زالت السلع برضو تصل ويتم فسحها بأسرع وقت والحمد لله وصلنا إلى مرحلة ممتازة من عملية الفسح أستاذ محمد أخيرا لو تحدثنا عن كيف هي آلية العمل في شهر رمضان المبارك ومع الجائحة هل العمل مستمر؟ الوردية هل هي مستمرة؟ هل أنتم مستمرون على مدار الشهر ومدار اليوم لتوفير البضايا واحتياجات؟ هل هناك درء للشائعات التي تقول أنه في توقف لعملية الاستيراد؟ بصراحة نعمل 24 ساعة في 7 أيام يعني على مدار الساعة يتم العمل ويتم الفسح من بداية من الساعة السادسة صباحا واستمرارا إلى الساعة السادسة اليوم الثاني صباحا حتى يوم الجمعة ويوم السبت يتم الفسح والاستيراد لم يتوقف بالعكس الاستيراد زاد في الفترة هذه خاصة عن طريق الموانئ البحرية زاد الاستيراد بما يعادل نسبة 15 إلى 20% شكرا لك سيد محمد الله تك العافية وشكرا لكم على جهودكم يعني كما لاحظت فيصل أنه كثير من الجهود التي تقدم من جمار الكلمينة نحن لاحظنا بكاميرا الإخبارية من أول دخولنا لمينة جدة الإسلامي كيف هي توفر البضائع سلاسة الدخول عملية الفسحة التي تكون من جمارك السعودية آلية العمل على مدى 24 ساعة أيضا شاهدنا السهولة في قضية وضع هذه الاشتراطات وأيضا كما ذكرتم أن هناك مبادرات طريحت من هيئة الجمار الك السعودية لدعم جائحة كورونا وأيضا دعم المستثمرين والتجار داخل هذه الجائحة ليكون إن شاء الله هناك وصول لاكتفاء ذاتي وأيضا اكتفاء للمملكة العربية السعودية كما نعلم أنه ميناء جد الإسلامي ويعتبر البوابة الكبرى وأيضا يكون من خلاله تدفق أكثر من 60% من البضائع داخل المملكة العربية السعودية هذه أبرز ما تم تغطيته من داخل جمارك ميناء جد الإسلامي نعم عبد الله شكرا جزيلا لك وحقيقة الجمارك تقوم بعمل كبير جدا وخاصة في ظل هذه الجائحة لدولة تحتاج بعض البضائع من خارج فهنا يأتي دور الجمارك في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر